مشاهدين نتحول إلى هذه اللقاتات المباشرة من هيوستن في ولاية تكساس حيث منذ قرابة الساعة هبطت بنجاح مركبة دراجون التي تقل طاقم كروس 6 هبطت بنجاح طبعا على كوكب الأرض وهذه الصور المباشرة تظهر خروج الطاقم والذي يرافقه طبعا فريق من المختصين الذين يقومون بمرافقتهم لإخراجهم إلى رحلة إعادة التأهيل طبعا في هذه المرحلة يتم إجراء الكثير من الفحوص على الفريق لتأكد من سلامتهم وبدء مرحلة إعادة التأهيل التي تستغرق 14 يوما مركبة دراجون كما ذكرنا التي هبطت منذ قرابة الساعة وصلت إلى كوكب الأرض بنجاح بعدما انفصلت المركبة عن محطة الفضاء الدولية طبعا وكان على متنها السلطان النيادي أول رائد فضاء عربي أمضى فترة ستة أشهر على متن المركبة الدولية أو محطة الفضاء الدولية قام فيها بالعديد من الأبحاث العلمية شارك فيها من تابعوا هذه الرحلة التي امتدت كما ذكرنا ستة أشهر بالكثير من الرسائل والصور التفاعلية لأبحاثه ولتجربته على متن هذه المحطة وبالأمس كان أيضا قد ودع الفضاء برسالة مؤثرة لكل العرب ولكل من تبعه في هذه الرحلة التي كما ذكرنا هبطت منذ قرابة الساعة في ولاية تكساس في هيوستن كما ذكرنا وكان في ترقب لمرحلة الهبوط كما ذكرنا لطاقم كرو سيكس الذي أمضى ستة أشهر على متن محطة الفضاء الدولية قام خلالها طبعا سلطان النيادي خلال مهمته التي استغرقت ستة أشهر بأكثر من مائتي تجربة علمية في مجالات مختلفة من العلوم علوم الحيوية الهندسة والتقنيات طبعا رحلة سلطان النيادي الذي سجل اسمه في التاريخ كأول رائض فضاء عربي يمضي هذه الفترة طبعا طويلة في محطة الفضاء الدولية لم تنتهي هنا لأنه لديه أيضا رحلة طويلة لمشاركة تجربة العلمية في المدارس والجامعات لمشاركة تجربته أيضا في مراكز العلوم لإشراك من تبعه ومن يهتم أيضا بعلم الفضاء وأبحاث الفضاء بتجربته الفريدة فإذا هذه الصور المباشرة التي نتابعها للمراحل الأخيرة لإخراج رواد الفضاء من طاقم كرو سيكس من مركبة دراجون التي هبطت بنجاح ووصلت إلى كوكب الأرض بعد رحلة استمرت ستة أشهر على متن محطة الفضاء الدولية كان في رسائل كثيرة شاركها السلطان النيادي خلال تجربته الكثير من الصور التي التاقتها لكوكب الأرض ولبلدان ودول عربية شارك مع من تابعه هذه التجربة كان في لحظات تفاعلية مؤثرة كثيرة في هذه الرحلة ويعني طبعا مشاعر الفخر لدى كل العرب بهذا الإنجاز الذي تم تسجيله مع دخول اسم سلطان النيادي كأول رائد فضاء عربي يكون على محطة الفضاء الدولية لفترة ستة أشهر نتابع أيضا خروج أحد أرواد الفضاء في هذه الأثناء من المركبة مع الفريق المختص الذي يساعده طبعا بعد مضي ستة أشهر من العدام الجاذبية يصعب على رائد الفضاء يعود نشاطه الطبيعي ويحتاج للكثير من الرعاية والعناية الطبية والفحوص وإعادة التأهيل كي تستعيد عضلاته عفيتها بشكل تام تقريبا حوالي 14 يوما كحد أدنى ليتبكن من أن يزاوي النشاطه الطبيعي فإذن هذه البوابة التي تفتح للكابسولا دراجون نتابع من خلالها خروج رواد الفضاء لتقم كروسيكس من مركبة دراجون ترجمة نانسي قنقر